اشتركوا في القناة اي 1.5 مليار دولار امريكية وابرز البنك الافريقي للتنمية في دراسة تحت عنوان تحليل سياسة تجارية للمغرب وقع السياسة الجمهورية للمغرب وموقعه كقطب يشكل وجه لباقي افريقيا ان المملكة التي سعادت موقعها في الاتحاد الافريقي والذي قدم مؤخرا طلب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غر افريقيا يواصل تقاربه من دول افريقيا جنوب الصحراء عن المسويات التجارية والاقتصادية والديبلوماسية في موضوع اخر خصص مكتب الدكاء الاقتصادي والاستشارة اكسفورد بيزنس جروب اول شريط فيديو ضمن سلسلة جلوبال بلاتفورغ عن افريقيا لتعريف بمؤهلة ودينامية مدينة الدار البيضاء واضح المكتب بلاغ له ان هذا الشريط يستعرض الدينامية التي تشهدها المدينة ومهلاتها التنافسية ومظاهر تنوع نسيجها الاقتصادي وكذا مميزاتها على المستوى البنيات التحتية للنقل الى جانب ابرازه لتقدم الذي احرزته الدار البيضاء في مجال الاستثمارات سواء منها المحلية او الاجنبية اعلنت المجموعة الكندية المتخصصة في تكنولوجيا الاعلام وتدبير الاعمال انها ستفتتح خلال سنة الجرية مركزا جديدا للتميز بمدينة فاسة وتوظيف حوالي اربعمائة مهنه بالمغرب وافادت المجموعة في بلاغ لها بانها اختارت ان تضيف مركزها بفاس بعد مركز الرباط والدار البيضاء لتعزيز انشطتها بمختلف مدن المملكة اللحظة ننتقل الى مسجدات برسة دار البيضاء التي اغلقت جلسة الجمعة على ايقاع الارتفاق بالنسبة المؤشرين نائسي المازي وماذيكس ولداني سجل على التوالي من قيمتهما 0.7% و0.6% وبلغ مؤشر مازي ومؤشر شامل يضم اكافة القيم من نوعي الاسهم 11935.03 نقاط في حين بلغ المادكس ومؤشرون يتألف من القيام المدرجة بسفران في بورسة 9762.88 نقطة بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام معايدنا الاقتصادي نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله موسيقى موسيقى